اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو تنفيذ والمتابعة والتقييم مع الاهتمام بالتنسيق الحضري والاشتراطات البيئية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات لسيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة بما يحقق أهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عان منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهدف التنمية الشاملة والمستدامة كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء وكذا استعراض الموقف الانشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم مع الاهتمام بالتنصيق الحضاري والاشتراطات البيئية منوها إلى أن العمل الحثيث والدأوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين